اشتركوا في القناة بنصوم يتدرب والصلاة نصير نصلي تعلمنا للصلاة احنا ونصير نقرأ القرآن بقدر ما بنقدر وان شاء الله طبعا ما ننسى دراستنا ما يصير رمضان للتلفزيون واللعب والسهر وننسى دراستنا دراسة دائما اول اشي لازم نسويها الصبح بكير نقوم نشتغل نقرأ نسمع الحصص نتبع الحصص وبعدين نعمل الأشياء الثانية اليوم رح نبدأ بدلز جديد اللي هو unit 16 there is a river there is a river قلنا there is معناها يوجد there is يوجد is لما يكون عنا مفرد منقول there is there is a river أخذنا قبل هيك there are لما يكون جمع there are bananas there are cars لما يكون جمع منقول there are there is معناها usually look at the picture منطلع على الصورة look at the picture منظر طبيعي كتير حلو زي الأماكن اللي أحياناً منطلع عليها في الربيع منتفرج على الطبيعة بنشوف فيها بعض الأشياء أوكي يمكن ما في بحر ولا في نهر أو بعيد النهر في بعض الأماكن موجود so look at the picture there is a tree tree عيد وراي tree شجر أو شجرة tree tree there is a sun شمس sun 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 sky sky ما تقولوا لسيقاي سيقاي لا sky sky sun tree it's tree اللي هي الشجرة sun اللي هي الشمس sky اللي هي السماء sky okay now look at this شو اسمه هذا النهر river river there is a river there is a river 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 يعني نهر look at this what's this it's a frog frog أخذناها لما أمرنا على الحروف frog and fish frog fish frog fish ضفضع و سبق okay look at the picture again and repeat tree عيد وراي tree sun sky river frog fish okay دول الكلمات اللي شايفينهم هون بدي تنسخوهم على الدفتر نسخ على الدفتر على الأسطر بخط واضح ما بدي نسخ الخرابيش واللي بسرعة وأخلص بس لا بدي النسخ بخط واضح okay هلأ شوفوا كيف بيعني نسخ بخط واضح يعني أنا بجيب الدفتر يعني هلأ أنا بدي أكتب الكلمات اللي موجودة على الكتاب أهم شي عندي أني أنا أعرف أكتب على الأسطر مثلا بدي أكتب كلمة tree كلمة tree دائما الحروف الكابتال الكبيرة بتبدأ من السطر الأول بننزل تحت للسطر الثالث الحروف الثانية r حرف صغير بين السطرين i حرف صغير بين السطرين i ما بنزلها لتحت ما بكتبها فوق بين هدول السطرين كلمة sun s s حرف الأس كبير من السطر الأول إلى الثالث a ليه حرف اليو sun هدول الحرفين صغار قصيرة بين السطر الثاني والثالث sky كمان مرة s من الأول للثالث k k حرف الكي حرف الكي من السطر الأول إلى الثالث بعدين هاي من الثاني إلى الثالث هاي small letter حرف الصغير من هون إلى هون بتكون sky حرف y بهذا الشكل مهم كتير من وين أنا ببدأ بكتابة الحرف أوكي طيب نكتب river يبدأ من الر من الكابتل من السطر الأول إلى الثالث نص دائرة نص دائرة بين الأول والثاني r بعدين l-i r-i r-v r-r river شايفين الحروف هاي قصيرة مش طويلة مش من فوق ولا نازلة تحت هي بالنص obsessed وهنا مهم كتير انا كتبها بالنص river frog f r-i f r r f r r r r إيش راح يسوي؟ بده ينزل تحت للسطر الرابع زي مين؟ زي ال-Y G وال-Y نزل من السطر الثاني إلى الرابع إذن هاي حروف نازلة حروف نازلة يعني نزلت للسطر الرابع Frog Frog الكي بيبدأ من السطر الأول فهو حروف صاعدة فوق من أول السطر أوكي نيجي لهند كلمة Fish 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 حرف ال-S مع ال-H بيعمل ش ش لاحظ حرف ال-H حرف صاعد بيبدأ من فوق للسطر الثالث ما نزل تحت اللي نزل تحت حرف الجي وحرف ال-Y أما ال-H وال-K بدأ من السطر الأول إلى الثالث تمام إذن هاي هي الكلمات اللي بدي إياكم بتنسخوها على الدفتر ثلاث مرات كل كلمة عشان أشوف الخط الحلو أشوف النسخ الحلو تري سن سكاي ريفر فروغ فش فش أوكي إذن هدول هما كلمات الدرس هلا بدي إياكم إيش تسووا تفتحوا على كتابكم ال-Activity أو نسميه كتاب التدريبات ونرح ونرح نكتاب ضيعنا هاي كتابنا التدريبات نفتح على الدرس Unit 16 ونفس الشي بنكتب على الصورة أرزاء الصورة هاي قلنا ريفر سهم على النهار هاي بتأشر هون على إيش Sun هاي بتأشر هون على إيش Frog هاي على Sky وهاي هاي شو اسمها زي هاي Tree وهاي Fish أوكي نكتب هاي الكلمات قبل ما نكتبها هون بدي إياكم تنسخوها عشان يكون الخط مرتب بس نكتبها بخط حلو ونرجع نكتبها على كتاب ال-Activity Thank you